مالتبل ديسكتوب أو سطح المكتب المتعدد ميزة رائعة جدا في ويندوز 11 هتنظم شغلك وتنصقه وتخليك تقدر تستخدم الويندوز بشكل رائع يلا بينا السلام عليكم يا شباب لأخبار فيديو جديدة أنا أحمد سامي والنهاردة أنا جايش رحلك على ميزة من وميزات ويندوز 11 اللي من وجهة نظري هي الكلر أو الأفضل من كل مميزات اللي أنا شفتها الحد النهاردة في الويندوز وهي إيه ببساطة الميزة دي اسمها مالتبل ديسكتوب يعني إيه ديسكتوب اللي هو سطح المكتب مالتبل يعني متعدد يعني سطح المكتب المتعدد طب إيه اللي إحنا فهمناه دلوقتي أنا عندي هنا سطح مكتب واحد موجود على الشاشة دي صح يعني إيه الكلام خليني أفتح لك الناطق ووري أنا مثلا فتحت هنا النوتباد هاو مثلا تمام ده برنامج مفتوح عندي عايز أفتح كمان مثلا 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 اتنين برامج أومط خليني أفتح أنا أسف على نور الأبيض مثلا وهفتح جوجل كروم فعندي ثلاث برامج مفتوحين على سطح المكتب ده حل؟ طب لعوز تفتح برنامج رابع متصفح الملفات أربع ملفات أربع برامج مفتوحين والتنقل ما بينهم تفاصيله صعبة تمام؟ طب نفترض مثلا دلوقتي أنا عايز يبقى موجود عندي أكتر من شكل للشغل أنا عايز برنامجين اتنين دلوقتي للشغل وعايز أفتح برامج تانية وقفلها خلاص؟ فالموضوع هيبقى رخم جدا يعني بس أنا أفترض أنا عايز أنسخ حاجة من هنا هروح ودور في الحاجات اللي مفتوحة عشان ننقلها وهكذا فجأت الميزة اللي هي ملت بالديسكتوب زي ما أنت شايف أنا دراتي على الديسكتوب رقم اتنين طب خلينا نروح لديسكتوب جديد عشان أفهم لو رحت لديسكتوب جديد هو ما فيهوش أي برامج مفتوحة طب هل البرامج اللي أنا كنت فاتحة؟ هتقفلت لا لو رجعت عالديسكتوب ده هلاقي البرامج بتاعتي موجودة يعني هو باختصار بيعمل زي دسكتوب وهمي بالبرامج بتاعته كل شغال في الخلفية مفيش مشكلة لكن ما بيظهروش مخفيين دول هوم قدامي لو جيت في الشاشة الجديدة دي وفتحتها خلينا ندر على برامج نفتحها مثلا جوجل ميت هاهم مثلا وفتحت مثلا مثلا فبقى فيه في الدسكتوب ده برنامجين اتنين مفتوحين عندي لكن في الدسكتوب اللي فات فيه الاربع برامج الأصليين بمجرد ان انا بتحرك بشرط كات بسيطة عندي ده اللي بيغير لما بين الدسكتوب دي والدسكتوب دي طب ده ممكن يبقى مفيد في ايه؟ هقول لك انا مثلا ممكن يبقى مفيد في ايه؟ هليني ابدلك مثال مسلا انا في الدسكتوب التاني وفتحت جوجل هليني مسلا ابحث عن اي كلمة مثلا كلمة لينكس مثلا اي نتيجة بحث انا مش عايز حاجة محددة مثلا فنفترض انا مثلا عندي المواقع ده فنفترض مثلا انا عايز انسخ الباراجراف ده اوك اهو هروح دايس على الشرط كات هنا رايح للدسكتوب الجديد اللي موجود فيه ايه؟ مثلا ايه الورد او موجود فيه الملف بتاعي وهكذا يعني ببساطة ان انا بقدر ان انا اعمل كل دسكتوب لحاجة انا بعمل ايه في حياتي؟ على التانا مثلا اشرح لك انا براسك الدسكتوب ازاي بس عشان ما اطوشت بالانترو اوريلك انا بعمل ايه؟ خلان اقفل دعا خلينا هنا في الاول دلوقتي انا في الدسكتوب التاني اقولك ليه دلوقتي انا عايز اعمل ملتب الدسكتوب بعملها ازاي؟ بالقلوب ادوس ويندوز مع التاني بيفتح لي التاسك فيو ويندو او البرامج اللي شغالة لو لاحظت عندي تحت هنا كذا دسكتوب وان وان وثو وثري وفور طبعا انا اللي عاملهم بس كده فلو قلبت بالتاب يعني مجرد ان انا بدخل في التاسك فيو اللي هي دي بيجيب لي كل الدسكتوب اللي عندي في الاساس هم مش هيبه عندك ولا واحد لكن انت هستعمل الدسكتوب بتروح نيو الدسكتوب بقى عندي دسكتوب خامس بس كده طبعا في حالتك ممكن يبقى ثاني وثالت ورابع وهكذا انا بحبهم بأربعة انت ممكن تحبهم بخمس مش تفرق طيب ايه اللي بيختلف في الدسكتوب زي ما قلتلك انا بقدر اغاير الخلفية بتاعته واقدر اغاير اسمي دسكتوب فايف اللي هو الخامس ده هدوس عليه هنا بيقول لي ريني هسميه مثلا يوتيوب ده سميته يوتيوب هنا اقدر اعمل له ايه انا بادوس عليه اقدر اخلي موف ليفت احركه للشمال وهنا اللي انا عايز اغاير الخلفية بتاعته بخلينا اغاير بس ال background عندي خلفية هين انا بحاول اغاير عشان ايه اوريك فرق مثلا يعني ايه انا حاطت لهوت الصورة بتاعت ويندوز 11 الافتراضية تمام طب اللي بقلم اعمل الديسكتوب ازاي بويندوز وكنترول وساهم يمين وساهم الشمال يعني ويندوز وكنترول وساهم الشمال عمالي يقلبك الديسكتوب اربعة ثلاثة اتنين واحد اتنين ثلاثة اربعة واحد فاهم قصدي طب ليه انا بستخدم الديسكتوب التاني يعني انا ده تايما بسجلك وانا واقف على الديسكتوب اتنين لسبب لان او بي اس موجود في الديسكتوب الاولاني فبدل ما اعمل له وممكن يظهر في التسجيل بالغلط طب ما انا اوفر على نفسي المجهود ده كله واخليه يشتغل في الديسكتوب لوحده فبالتالي ما يغلطنيش مثلا انا في طبيعتي بعمله في الديسكتوب الاولاني في الديسكتوب الاولاني بيقى مفتوح مثلا المسينجر والتيمتوك لان دول معظم التطبيقات اللي انا بستخدمها في الشات ولو ديسكورد مثلا هفتحه بيبقى فيه ثلاث تطبيقات بس الديسكتوب التاني بيبقى غلابا مفتوح فيه استيم او battle.net على حسب الالعاب اللي انا هلعبها ماشي ده بعمله اول ما افتح الكمبيوتر بالمناسبة تمام؟ الديسكتوب التالي عليه حاجة زي كده فده دايما بيبقى للديسكتوب ايه التالت والديسكتوب الرابع زي ما انت شايف انا حاطط له ايه الخلفية بتاعت ويندوز 11 عشان لما يجي اشرح لك في فيديو مخصص بويندوز 11 اروح للخلفية دي على طول يبقى انا مش محتاج ايه اعدل ولا غير ولا اي حاجة زي ما قلت لك البرامج اللي شغالة في الديسكتوب اللي فاتت كلها شغالة يعني ممكن على الديسكتوب الاولاني يبقى موجود OBS وموجود برنامج مش هغالي موسيقى فويندوز لكن لما دوس اهو عشان اشوف البرامج اللي مفتوحة Alt و Tab مفيش اي برامج مفتوحة فاعتمنى كون الفكرة قدرت يعني قدرت توصلك الفكرة قد ايه الميزة دي مفيدة وقد ايه هي توفر عليك شغل للأسف طبعا ان الميزة دي مملهاش ركب الايكونات يعني لو انا ظاهر مثلا الايكونات بتاعتي انا طبعا خاف الايكونات لو ظاهرت الايكونات زي ما تشايف من اول الديسكتوب الاولاني والثالث والرابع والخامس الايكونات واحدة للأسف الشديد ما تضير بس يعني ايه على الاهل الميزة تقدر تقول ان هي جميلة انا من وجهة نظري دي من اكتر المميزات اللي فارق معك ويندوز 11 واعتقد هتفرق معك انت كمان المفروض بس فمن غير كلام كتير ما طولش عليك دي كانت الطريقة اللي تقدر تشغل بيها الميزة وطريقة تستخدامها لو عجبك الفيديو لو سمحت لايك وشيري سبسكرايب تبلي تعليق حلو لو عندك اي سؤال وكتراحات ياريت تسيبونه في التعليقات كان معك محمد سامي سلام عليكم اشتركوا في القناة